واحدة من محاولات إعاقة تقدم ميليشيا الحوثي في مديرية حيفان تدور هنا في منطقة ضبي أعبوس حيث يخوض مقاتل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية معركة واسعة منذ أيام لم تسفر سوى عن تأخر جماعة الحوثي بالوصول إلى جبال الأعبوس الاستراتيجية والمطلة على أجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لكنها في الوقت ذاته خلفت هذه المواجهات قتلى وجرحى من الطرفين كما دفعت بالمئات من الأسر إلى النزوح عن مناطقهم في غضون ذلك تدفع الميليشيا من وقت إلى آخر بتعزيزات إلى جبهات القتال هنا لكنها أيضا تخسر المزيد من العتاد والأرواح نتيجة غارات لطيران التحالف العربي مراسل بلقيس قال إن طيران التحالف شن غارات جوية استهدفت الميليشيا في المديرية جنوب محافظة تعز كما نقل عن مصادر في قيادة الجيش الوطني أن الغارات استهدفت تجمعا للميليشيا ومخزن للذخائر جوار قبة السيقل في مدخل ضبي أعبوس وتعد هذه الغارة الثانية خلال ساعات بعد غارات استهدفت مدرسة محربي في منطقة تغرب في نفس القرية والتي تمركزت فيها الميليشيا وحولتها إلى ثكنة عسكرية كما أكد المصدر أن خمسة من عناصر الميليشيا لقوا حتفهم بالتزامن مع إحراق تقم تابع لهم بينما تشهد سماء المنطقة تحليقا مكثفا لطيران التحالف